هنا ليه يعني فيه تعمد يعني النقاب يستخدم كأداه للجريمة يعني هو كده فعلا هو كده فعلا دي اللي داية سيئة بعد إذن حتى يعني هو السيد وائل بيسألك النقاب بأداه للجريمة تقوله هو كده فعلا أنا بتكلم على السيد وائل لا انتقيته نقصني كلم على السيد وائل بعد هنتناقش بس هنتناقشه بعدين نشوف يا شخص النقاش ما يبقاش كده شوفها سيد وائل من الآخر كده النقاب ده من الآخر النقاب ده ليه بعد 30 يونيو زاد بهذا الشكل وأصبح له صوت مسموع ليه بعد ما نجحنا في أن احنا نتخلص من الإخوان اللقم هو موجود حاجة وما كانش بالتغيان ده حاجة النقاب ده معمول هل هو أداد جريمة طبعا هو معمول عشان يواجه الكاميرا لما بدأنا من كتر الإرهاب اللي كان عندنا نحط كاميرات قدام المحلات ونحط كاميرات قدام الشركات والبيوت أصبح دلوقتي الجماعة أصحاب الاتجاه ده يلاقوا حل إزاي لإنه هما يهزيموا الكاميرا أشيء النقاب أه الكاميرات اللي موجودة في الشوارع وفي المحلات أه طبعا أنه محدش يشوفهم يعني في أه طبعا حتى الهيئات الحكومية إذن دلوقتي الكاميرا لن تؤدي مهمتها الأمنية وبالتالي نتكلم بقى بالراحة كده أو جهد إذا كانوا بيقولوا إنه حرية شخصية طيب ما غير المنتقبة دي لها كمان حرية شخصية إنها تبقى شايفة الإنسان اللي هو قدامها لأنه إحنا مشكلتنا الوحيدة مع النقاب هو غطاء الوجه 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 اللي هيميز كل إنسان ماشي في الشارع هو مين اللي هي حق المواطنة لا أشوف المواطنة التانية ده في القانون أو اللي فيه لو لو إنه المقارنة اللي هي في غير محلها هدية إنه لا تلبس بلده يعني هل في القانون مادة إن الوحدة من حريةها الشخصية لا أشوف واحدة تانية أو بيلبس بدلة زابط زي ما دايما يقولوها وكأنك كل حافظها لو أنت بتقول إنه النقاب بستخدم في الجريمة هيقولك ما فيه حد لبس بدلة زابط ومستخدم في الجريمة الضابط الضابط اللي اللي لبس البدلة ده اسمه منتحل صفا المواطن اللي لبس بدلة الضابط ده منتحل صفا وش يباين هيرتكب الجريمة هيتقبض عليها على طول مباشرة إنما المنتقب أو المنتقبة اللي هترتكب الجريمة دي هنجيبها من أدي حاجة الحاجة التانية المشكلة دلوقتي إنه هو عمل سياسي لتحويل مصر للصبغة الوهابية لدرجة إنه بقى في دلوقتي في الحضانات الولاد الصغيرين اللي لسه 3-4 سنوات وخمس سنوات بقى فيه المدرسة اللي بتعلم العيال دي منتقبة طيب الولاد الصغير ده هيتفاعل إزاي مع وجه المدرسة دي يا أستاذ وائل هذا كذب الولادنا في الحضانة أو البنت إزاي المس بتاعته بتلعى النقاب أنا ما أتعتقش أبدا كلام حضرتك خطأ أنا ما أتعتقش أبدا ما فيش واحدة في الحضانة تلبس لقاب نيجي بقى للأخطر كمان وصلنا لإيه يا أستاذ وائل وصلنا للممرضة الممرضة كمان بقت منتقبة خدت بالحضرتك سهل جدا المريض المسكين اللي نايم ده لو فيه أي حد بينه وبينه عداوة سهل جدا إنه يرتدي النقاب ويدخل يدي له إبرة موته ما فيس أمر في السكتورتي طيب أدي حاجة تاني الحاجة التالت شفنا قبل كده حضرتك لو تتذكر أستاذ الجامعة اللي دخل يسرق وهو مرتدي النقاب لو مشينا دلوقتي وقومنا طلعنا على متر الأنفاء هنلاقي كل المتسولات مرتديين النقاب كل حوادث خطف الأطفال اللي تمت ارتداء النقاب كل التفجيرات اللي تمت النقاب عامل رئيسي فيها الأستاذ محمد بديع والأستاذ صفت حجازي لما هربوا من رابعة كانوا مرتديين النقاب ما زرقتوش متكلامة هو بس حين ما نبعيش عن المسألات عبرت عن الحقيقة وكل التحية والتقدير للمخرجين والمؤلفين اللي قدروا يظهروا الظاهرة دي على المجتمع لأن المجتمع ده بيضع يعني انت شايفهم انه كويس لهم يظهروا النقاب أداة جريمة طبعا ما هو أداة جريمة فعلا هو فعلا أداة جريمة ماشي طيب أه أستاذة غانيا أولا طبعا يعني بحيك جدا